انتهاكات بارزة سجلت هذا العام بحق الصحفيين اتخذت طابعا أكثر تشددا تمثلت باغتيال عدد منهم واعتقال آخرين فضلا عن عمليات الملاحقة والتهديد والترهيب التي باتت ممنهجة فيما كانت منطقة الشرق الأوسط الساحة الأوسع لهذه الممارسات ولا سيمت دول العربية التي احتلت مراتب متأخرة جدا في المؤشرات المتعلقة بحريات الصحافة هذا الواقع المتردد دفع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش للقول إن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام باتوا يواجهون تسييسا متزايدا لعملهم وتهديدات تزداد يوما بعد آخر تخص حريتهم في أداء وظائفهم بيسر وذلك في اليوم العالمي لحريات الصحافة في حين أفادت المدير العام لليونيسكو أودري أوزولاي بالمناسبة ذاتها أن أكثر من خمسة أشخاص من أصل ستة في العالم يعيشون في بلد سجل تراجعا على صعيد حرية الصحافة خلال السنوات الخمس الماضية وكان أحدث تقرير صدر بهذا الشأن في منتصب كانون الأول ديسمبر الجاري عن لجنة حماية الصحفيين قد كشف أن عدد الصحفيين السجناء في العالم بلغ أعلى رقم على امتداد السنوات الثلاثين الماضية حيث وصل إلى 363 صحفيا مما يمثل رقما قياسيا ويشكل زيادة بنسبة 20% عن عام 2021 هذه العلاقة بين حرية الصحافة والأزمات تعود بحسب رئيس مكتب الشرق الأوسط من منظمة مراسلون بلا حدود جوناثان داغر إلى أن الصحفيين دائما ما يكونون في الخطوط الأمامية خلال الصراعات والأزمات هذا الواقع المتردي لحرية الصحافة دفع المراقبين للقلق حول ما قد يحمله عام 2023 لا سيما وأن المسار انحداري خلال السنوات الماضية فيما المؤشرات السياسية والاقتصادية تلوح بالمزيد من الأزمات على صعيد العالم